تحياتي تشيلسي سوق مجنوني جدا تيمو فيرنر تشيلول سار تياغو سيلفا مين ضل صورت أنسى حكيم زياش وكاي هابرتز عالطريق حتى ممكن لحظة النشر يكون وسط حتى الآن تشيلسي صرف 70 مليون يورو فقط لأنه أخذ فلوس موراتا على ميزانية هاي السنة النادي للسنة الماضية ما دفع فلوس أموره تمام مع قانون لعب المال النظيف استفاد من فترة كورونا عدم دخول حد على القط فاشترى كل هذور اللاعبين هل تشيلسي ماشي صح؟ لللخضة؟ لا ليش؟ لو رحنا على الموسم الماضي تشيلسي من حيث عدد الأهداف اللي اتلقاها هو أسوأ فريق في العشرة الكبار من الأول عشرة على الدورة تشيلسي من حيث الفرق المحققة والمخلوقة عدده كان جيد تشيلسي من حيث التزديدات على مرمى كان ثاني أفضل فريق لكن من حيث الأهداف اللي اتلقاها كان عاشر أسوأ فريق من العشرة الكبارة بنتكلم لما رحت شفت مفهوم الأهداف المتوقعة إلك لقيت تشيلسي بيخلق فرص أكثر مما يسجل إذن فيرنر زياش كايها بيرت ستعانوا بيسجل المفروض هدول يكونوا ممتازين برفع الموضوع يعني إذا الفريق بيستاهل يسجل 78 هدف حيجي لبوله 78 هدف لكن المفاجأة لما رحت على الأهداف المتوقعة تتلقى في تشيلسي وجدتها من أحسن أربعة في الدوري يعني المشكلة فعليا مش 100% دفاعية بقدر ما هي حارس مرمى وبالتالي كل العمل حتى الآن في حال من الحالتين إذا كيبا ضل وما رجع مستوى تجيد حتكون كأنك ما عملت شيء من الناحية الدفاعية فحظى لك تلاحق المركز الرابع أو تجيب حارس طبيعي حارس كويس إذا أنت بتستهل تاكل 40 هدف كل 40 هدف بس ما تاكل 60 الحارس كثير حيفرق مع تشيلسي الفريق حل مشكلة عدد الأهداف الهجومية على الورق الفريق زاد خبرة خط الدفاع الفريق زاد جودة خط الوسط فهيملك الكرة أكثر حيفرد الرتم أكثر وحيقدر يواجه الفرق الضعيف وما يضطر يغامر ويطلق أهداف حل كل شيء لكن حتى الآن تشيلسي باختصار محتاج إما ضمانة إنه كيبا يقدر يرجع زي ما عامل كورت وفي ريال مدريد موسم سيء ثم موسم خارق أو يجيب حارس حتى الآن السوق حتى الآن السوق بتقول لك تشيلسي ممكن لسنة الجاي ما يجيب اللقاء لكن حتى لات سنوات في الخطوات اللي نعملت هاي السنة وإذا الفريق قدر يعمل نفس التعديلات بنفس المنطق الصحيح على كل نقاط الضعف منحكي من سنة لتلاتة حنشوف تشيلسي بيتواجه سواء مع لمبرد أو غيره اشتركوا في القناة